النهاردة البي بي سي نشرت وثيقة النهاردة من 3-4 ساعات وثيقة كانت توصف بأنها شديدة السرية نشرت البي بي سي هذه الوثيقة التي أفرجت عنها المخابرات البريطانية منذ ساعات الوثيقة بتقول إيه؟ يا مصريين انتبهوا يا شعب مصر انتبه يا مفكري مصر انتبهوا يا مؤرخي مصر أرجوكم الوضع بيستحق ان احنا ننتبه فكريا وثقافيا ننتبه بكل ما تعنيه كلمة انتباه انتباه فكري انتباه تاريخي النهاردة البي بي سي بتنشر تقرير ليس ككل التقارير وثيقة ليست ككل الوثائق متزامنة مع مرور 67 عام على حرب العدوان السلاسي حرب 56 اهلين فاكرين واحنا اريين لكن النهاردة بيفرج وبتفرج بريطانيا عن وثيقة بتنشرها البي بي سي حصريا الوثيقة قدامي بتحمل ما لم نكن نعرف وما لم نكن ندرك هم اجتمعوا ليه انجلترا وفرنسا واسرائيل وقرروا درب مصر عشان ياخدوا قناة السويس الخطة هقول لك خطوط عريضة وادعوك ابزي المجهود وخش على المواقع وجوجل وقرأ تفاصيل الخطة اللي كانت موضوعة لدرب مصر في قيادتها ضرب مصر في ايه انتبه من فضلك في قيادتها قال لك نخلص من القائد نخلص من عبد الناصر لو خلصنا من عبد الناصر نورط الجيش الشعب يقلي بعد الجيش نعمل لهم عملية خنق مائي وخنق اقتصادي وخنق سياسي الكلام ده مش من عندي الكلام ده مكتوب الكلام ده تم الافصاع عنه النهاردة بعد مرور 67 سنة ما كانش حد يعرف الخطة الخطة النهاردة نشروها تب نشروها عشان نتسلى بيها يعني نشروها عشان ايه المفروض نتعلم اعرف اللي كان متخطط لي من 67 سنة ولم ينجح اقرأ الخطة اللي كانت موضوعة من 67 سنة النهاردة بيكشفوا عنها عشان اعرف معاكم ونعرف مع بعض لما احنا النهاردة بنقول ان في خطة دلوقتي الناس تسدق لما نقول ان في مؤامر النهاردة الناس تسدق لما نقول الخطة بنستهدف الايقاع وتشويه صورة القيادة السياسية الناس تسدق لا يقولوا علينا بنقول اي كلام ولا ان احنا بنقعر وبنحذب وبنطبل وبنعمل انسى القصص دي كلها شوف النهاردة الوثائق البريطانية كشفت ان الهجوم العسكري الثلاثي على مصر سنة 56 كان اكبر بكثير مما اعلنا في حينه الوثائق بتقول الهجوم استهدف تدمير مصر اقتصاديا وعسكريا والتمهيد لنظام جديد بعد اسقاط نظام حكم الرئيس جمال عبدالناصر في 26 يوليو 56 اما ناصر القناة وردت بريطانيا وفرنسا بمشاركة اسرائيل بالهجوم العسكري اللي اطلق عليه ساعتها عملية فارس الكبرى او الفارس كان هدفه المعلن هو استعادة السيطرة الدولية على قناة السويس والوثائق بتكشف ان الولايات المتحدة حضرت بالفعل سرا البريطانيين والفرنسيين من عواقب اي تحرك عسكري ضد مصر الهجوم وصفوا المصريون بان العدوان السلاسي 29 اكتوبر الاول عام 56 ده تعبير حلف الناتو الاطلسي البريطانيين وحذروا قالوا لهم الغضب كل الغضب من بريطانيا لانها لم تنصق مع حلف الناتو التقرير الذي وصف بانه بالغ السرية بيقول ايه ولم يطلع لي احد من الاجهزة للإستخبارات في حينه بيقول بحثت لجنة اركان المشتركة البريطانية في اجتماع يوم 30 يوليو تموز الثلاثي التحالف الثلاثي ضد مصر وجاء في تقرير للجنة بعنوان خد بالك التقرير كان عنوان ويه تقرير هيئة التخطيط المشتركة بشأن اتاحة قوات للعمل ضد مصر ان وزارتي الحرب والجو تدرسان سبل ايجاد الرجال اللازمين لشن عملية للاستلاء على قناة السويس دون حاجة الى تشريع قاص وحينها توقعت ادارة البحرية ان تكون قادرة على ايجاد الرجال الضروريين دون استدعاء احتياط وفضلا عن مناقشة خطة العملية العسكرية ناقش رأساء الاركان التالي احتمال ان يؤدي القصف الجوي على مصر للطراب في امداد النفط اتنين امكانية عمل اي شيء في المدى القصير لوقف امدادات مياه النيل بشكل مؤثر ارجوك 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 اسمعني ارجوك انتبه للخطة اللي كانت معمولة من 67 سنة بيقول لك هندرب مصر عشان ناخد قناة السويس اتنين امكانية عمل شيء ما في المدى القصير ساعتها لوقف امدادات مياه النيل بشكل مؤثر خد بالك اوعى ما تربطش بين قناة السويس ومياه النيل المؤامرة كبيرة واسعة المؤامرة كبيرة المؤامرة قديمة المؤامرة لم تسقط ارجوك اقرأ ده حصل بالفعل وتم الافراج عن الوثائق النهاردة من ثلاث ساعات او اربع ساعات بس بيتكلم على خطة لضرب مصر بالاستلاع على قناة السويس من خلال عملية عسكرية خاطفة اوقع معنوات الشعب ومعنوات الجيش واقطع ميت النيل على مصر ده خطة من 67 سنة كانت معمولة والنهاردة بنذكر انفسنا بيها بمناسبة عيد الناصر 23 ديسمبر وضع خطط لشن حرب نفسية بعد اول ايام العملية بعد ثلاث ايام اخرى يعني يوم 3 يوليو اختير الفارس اسما رمزيا للهجوم كما تقرر شن حملة لجذب تعاطف العالم المتحدر للعمل العسكري ضد مصر تفاصيل الخطة بسرعة في اواسط شهر اكتوبر اقرت لجنة روسائي الاركان البريطانية بعد موافقة الجيش الفرنسي خطة تنفيذ عملية الفارس العسكرية وفي تقريرها الى رئاسة الوزراء قالت اللجنة ان الخطة تقوم على مفهوم هجوم جوي وحرب نفسية مرفقين بالحد الادنى من الضحايا المدنيين وتقرر تنفيذ الخطة على ثلاثة مراحل ايه هما ثلاث مراحل ارجوك ارجوك انتبه اول مرحلة القضاء على السلاح الجوي المصري التانية هجوم جوي مرفق بحملة نفسية موجهة توجيهها يتسم باقصى درجات من الحرص وسوجه الهجوم الجوي الاهداف مختارة بغرض احداث الطرابات متزايدة غير مسبوقة على الاطلاق للاقتصاد المصري والمعنويات والادارة والقوات المسلحة المصرية وفي النهاية تدمير ارادة المقاومة لدى المصريين يبقى اول حاجة عايز يعمل عملية خاطفة اتنين عايز يعمل حرب نفسية يخلي معنويات الناس في الارض ومن ثم معنويات الجيش في الارض ثلاثة هبوط في بورسعيد يدبعوا احتلال لمنطقة القناة في اسماعيلية الاستلاء على اسماعيلية ابو صوير والتقدم للتال الكبير وفايد والسويس وبسبب التعويل عليها في تحقيق الاهداف المعلنة وغير المعلنة للهجوم اعطيت المرحلة الثانية اهتماما اكبر وحدد القادة العسكريون لهذه المرحلة قائمة من الاهداف الحيوية ايه ايه الاهداف بقى واحد منشآت الجيش والقوات الجوية والبحرية في ضواحي القاهرة واسكندرية وبرسعيد والسويس بهدف التدمير المادي لهياكلهم التنظيمية وانظمة الاتصالات والقواعد واضهار عدم كفاءة الجيش والقوات الجوية والبحرية امام الشعب المصري اتنين محطات ضخ النفط وخطوط انابيب النفط وصريج التخزين في المدن الاربعة الكبرى تلاتة المواصلات السيكة الحديدية تشمل الطرق والجسور مناطق عنق الزجاجة شاحنات النفط منشآت حكومية وسبعتاشر منطقة ومحافظة ومدينة فانحاء مصر بما فيها القاهرة مخططات الطاقة الكهربائية الاهداف التكتيكية للجيش المصري في سيناء في الاماكن المماثلة التي يتركز فيها ويسر مهجمتها على سبيل المثال معابر فوق القناة مناطق تركز المدن المشروعات والسيارات والمواقع الدفاعية خطة الحرب النفسية انتبه لها بقى من فضلك عين اه بروفيسير مسؤول عن ادارة الحرب النفسية للقائد العملية كما عين موظفون دو خبرة من وزارة الخارجية للعمل على تدمير معنويات المصريين الهدف الاول اسكات صوت ازاعة القاهرة على ان تحل محلها ازاعة الشرق الادنى البريطانية شملت خطة الاسكات ضرب محطات الارسال الاربع في ابو زعبل اضافة الى المحطتين في القاهرة والاسكندرية وفقا لخطة الحرب فان الغرض هو قطع الاتصالات الاذاعية بين الحكومة المصرية والعالم الخارجي ومنطقة الدلتة واشرت الى انه في غياب الاعلانات الحكومية المباشرة سوف يسمح بانتشار الشائعات وتكون دعايتنا فاعلة دي خطة يا جماعة موجودة في المخابرات البريطانية مش من عندي افسحوا عنها النهاردة طلعوها النهاردة طبقا للقانون البريطاني وازعيتها البي بي سي ايه النهاردة الخطة كانت موضوعة واهم جزء في الخطة ضرب معنويات الشعب المصري انقلابه على جيشه وانقلابه على قيادته بهدف عزل القيادة ورغم ان المخاططين توقعوا تقليل حجم الضرر الواقع المدنيين فانهم شددوا على انه اذا كانت المعنويات المصرية اعلى من المقدر سوف يطلب مزيد من الحرية في العمل لمهاجمة الشعب المصري قالوا اخطر حاجة متوقعين هالانجليس فاهمين ان الشعب المصري معنوياته لا تتأثر بالقدر المرسوم لو المعنويات بتاعت الشعب المصري ظلت مرتفعة هنا الخطر هنا الخطر هنا الخطر هدف هؤلاء معنوياتك زي ما قلت من خمس سنين في نفس المكان الهدف ضرب مزاج الشعب المصري ضرب الروح المعنوية للشعب المصري قلنا انه عايز يقرفك عايز يزعيك عايز يحبطك عايز يخليك في حالة يأس ده مش كلام بنقوله في الهوى ده كلام يشهد ربنا انه طالع من ثانية قراءات وكتب وتقارير وامور مثل هذه الامور يا جماعة اللي احنا بنقوله بأن سنين على مؤامرات في ناس بتصدق وفي ناس بتقول والله منطقي وفي ناس بتقول لا ده بيزوده وفي ناس بتقول كل واحد يقول زي ما عايز هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق بتؤكد ان احنا ماشيين صح وبنحذر صح والمؤامرات موجودة والمناورات شغالة والهدف هو حضرتك معنويات حضرتك معنويات حضرتك عندما تضرب المعنويات يسهل استياد الامة ومقدراتها وكل ما لديها من قوة خشنة طالما معنويات الشعب انخفضت لكن هؤلاء عارفين ان الشعب ده شعب مالوش حل شعب عنده حضارة حقيقية هو ما عارفين فبقولك مش اي حاجة تأثر فيه فلو الشعب حافظ على معنوياته دون انهيار الخطة تتغير فيه خطة اخرى لمحاولة الاقع وكان الاعلام جزء اصيل من الخطة انه يضرب اعلامك يضرب مصدقية اعلاميك عشان يجيب مرتزقة من برا يقوله كلام بديل يدغدغ مشاعر الناس لكن الشعب المصري وقف بالمرصاد وضرب الخطة من خلال الجبهة الداخلية القوية وخرج المفروض الكلام ده نقرأه عشان نفهمه نقرأ الكلام عشان نعمل اسقاط على الواقع نعمل مقارنة ومقربة بما كان وما هو كائن لازم نعرف يا جماعة اللي كان بيحصل النهاردة هذه الوثيقة المفروض ننشرها على نطاق واسح حتى يعلم القاسي وداني ان هناك مؤامرات كانت بتحكم بدقة شديدة تناظر وتشابه ما نحن عليه الآن زيها بالظبط زيها بالظبط